تعالوا هي المخابرات البريطانية يعني بتتكلم اي كلام المخابرات البريطانية شغالة حتى هزي اللحظة حتى هزي اللحظة عندي جريدة الانديبندنت بتقول ايه اهو ده الكلام ده اللي بقوله تم تكشف عنه ده من الستينات من ايام رئيس الوزراء البريطاني ديو جلس هوم اقرو ارجعوا يا ناس اقرو انا بقول كل كلمة بقولها في هذا المكان انا مستعد تماما لاي حد يروح يراجع ورانا ما بنقولش اي كلام ده دي وسائق بتاعت بريطانيا تب تعالوا النهاردة شوفوا ايه الانديبندنت صحيفة بريطانية برضو صحيفة بريطانية بتقول ايه النهاردة النهاردة في صحفية بريطانية اسمها بيلترو بيلترو شغالة في التايمز ومشت مشوها من مصر عشان لها رائحة كريهة بتعمل عمليات كريهة مشوها من مصر عمل التقرير بتطالب بريطانيا وامريكا بوقف الاستثمار وبيل اسلحة لمصر ليه يا سيتي ترو قالت والله عشان الاباء والامهات بيخافوا ولادهم يطلعوا في الشارع عشان متقبطش عليهم وهم راحين المدرسة حناينا جدا على المصريين اكتر من المصريين مين بيلترو مين بيلترو ده نشوف بتقول يعني المتظاهرين من نشاطاء البرزين فيه 3000 واحد اتخدوا وتخطفوا واقتفاء قصري وراحهم كذا وحصل لهم عملية ختم قهري اي كلام اي حد بقول اي حاج بتقول تاني فيه مين شخص ما زالوا مختفين قصري ده مين بيلترو فيه بيلترو فيه الصحيفة مش كده يا ابراهيم بتقول وحتى الان لم ينطق اي حليف غربي كبير لمصر باي كلمة بل فعلت المملكة عكسالك ده بريطانيا حتى رئيس جونسون بيشيد بالرئيس السيسي فيه في الامم المتحدة وبيكلمه وكلام كويس جدا عليه انت زي عايزة ليه يعني انت ايه اللي انت عايزة يا سيدي بتقولي وقالت الصحفية وهينا بقى الكلام تعرفوا لندن ان بامكانها استخدام قوتها لممارسة ضغط على السلطة المصرية والنظام حتى يتصرف واضافت مصر ليست مشكلة داخلية بل مشكلة اقليمية واستعانة الصحفية بتقررها بعمر روبرت هاملتون بريطاني مصري مخرج سينوائي ابن عام علاء عبدالفتاح قضي الأمر عرفته في الآخر انا قررت التقرير كله في الآخر علاء عبدالفتاح ده الرجل اسمه عمر روبرت هاملتون ايه ده يا عم ده مين الخواجة ده في الآخر يطلع بنعم علاء الفتاح وبعدين تتكلم بالصحفية بتقول ان بريطانيا بإمكانها ان هي تقلم مصر يا سلام والله احنا اعريين وعارفين وعارفين تاريخ وجورافيا وعارفين المملكة التي لا تغرب عنها الشمس عارفين وحفظين وفاهمين الكلام كله ست تروب بتقول مصر ليست مشكلة داخلية وانما مشكلة اقليمية ده الصحافة البريطانية ده الاعلام البريطاني بالمناسبة اللي حد بيكلمني بيقول البي بي سي والبي بي سي والدوتش فيلا والسئنين كلهم مرتزقة كلهم رويترز كلهم مرتزقة انا بقوله بتكلم بلساني وبالاصلة عن نفسي عن قناعاتي عن فهمي انه هؤلاء مرتزقة هؤلاء يباعوا ويشتروا هؤلاء يحملون اجندات مختلفة لا املك ان اقول لهم الا ما قاله الرئيس عبد الناصر عندك يا ابراهيم يريد تكون عندك يريد تكون عندك ماذا قال الرئيس عبد الناصر لكل هؤلاء قال ليهم ايه الرئيس عبد الناصر جاهزوا هالي يا ابراهيم احنا بنحتفل بحرب اكتوبر وانصارات اكتوبر يا عم انت اخدتنا في حتة تاني عمال تكلم تقولي بريطانيا وانت ملك يا عم في ايه بقول لحدك ده النهاردة حضرتك اللي بقول لحدك النهاردة منفحش هيسيبه البكرة ترجمة نانسي قنقر